اختراقات ميدانية في بوابة الجنوب الشمالية هكذا يصف متابعون شكل معارك الظالع بعد سقوط مواقع كثيرة بيد ميليشيا الحوثي وهي مواقع ظلت تشهد معارك عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيا منذ أشهر مواجهات وصفت بالفاصلة شهدتها مناطق الشمال والغرب في الظالع بالإضافة إلى مواقع في محافظة إب مثلت متغيرا في سير معارك الجبهات المتصلة بها منها جبل ناصا الاستراتيجي الذي أثر سقوطه بيد الحوثيين سلبا على جبهة دمت ومناطق أخرى في مريس منطقة العود الواقعة بين محافظتي الظالع وإب لم تكن خارج مشهد الأحداث المتسارعة حيث شكل سقوطها تحت نيران الحوثي ضغطا على جميع مناطق جبهة العود في مشهد صادم للكثير من المتابعين وأبناء المنطقة في جديد الأحداث العسكرية شنت مقاتلات التحالف غارات على آليات تابعة لميليشي الحوثي في الظالع وقال مصدر عسكري إن المقاتلات الحربية استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين في معسكر حلم في منطقة العود وأوضح المصدر أن قوات الجيش تمكنت من التصدي لهجوم الحوثيين في منطقة الخضراء بمديرية الحوشة تحاول ميليشيا الحوثي التقدم باتجاه الخطوط العامة الفاصلة بين الظالع ومحافظات الجنوب وتسود تساؤلات عدة حول كيفية تقدمها وتحريكها قوات كبيرة بكل سهولة إلى الجبهات خاصة مع وجود مواقع دفاعية صلبة ومعسكرات تتبع الشرعية في تلك المناطق لكن في المقابل تقول الشرعية إنها تدفع بالتعزيزات العسكرية إلى مناطق الجيش وبين هذا وذاك يظل مشهد المعركة بين شد وجذب ويظل أبناء المناطق منتظرنا الخلاص والحسم لصالح الدولة ووجودها